مهنة بها الأمم ترتقي وبقدر ما تقدم يظل فيها جانب يحتاج علاج الحديث هنا عن أمراض وضغوطات مختلفة تباينت بين نفسية وعضوية ومخاطر ربما لم يتم حصرها رسميا حتى الآن رغم التوافق على وجودها من أكثر المشاكل اللي يعانون منها هي مشكلة بحة الصوت وهو الصوت الغير طبيعي اللي يطلع من الحنجرة شنو سبب بحة الصوت أول شيء لازم نذكر أن المعلمين يتكلمون وايد وممكن أن صوتهم يرتفع في كثير من الأحيان فإجهاد الصوت وإجهاد الأحبال الصوتية رح تترك احتقان في بطانة الأحبال الصوتية مما يؤدي إلى تغير نبرة الصوت فيطلع الصوت مبحوح وغير طبيعي إلى جانب الأمراض والمخاطر تظل لضغوطات أخرى تأثيرات على ما يقدمه المعلم من أداء مهنة التعليم تعتبر مهنة شاقة وهذه المهنة تحتاج إلى أن الواحد اللي بعد 10 سنين أو 15 سنة يحس بها رياحية خلاص يوصل لسن معين أن يرتاح فيه والسبب الثاني أنك أنت شون رح يأثر على ناحية تعليمية طبعا لأن لما الكبار بالعمر معلمين كبار بالعمر يصل لسن معين يتقاعد يرتاح خلاص يون شباب سن الصغير فيون بطاقات يديدة ويون بإبداع ويون أفكار حديثة فأكيد راح تغير من المستوى التعليمي فيما الأخطاء الإدارية لها نصيب في التأثير على المعلم وجهده كمعلم لغة عربية من 50 إلى 75 طالب لكن كمعلم الحاسوب أحيانا يتعامل مع 150 طالب حتى ما يمديه يحفظ أسماء الطلاب أجواء أجمع عليها معلمون لتمسي بالمقابل الحاجة للتطوير المستمر ملحة يحتاج المعلم إلى كثير من الجهد لكي يرتغي في أداء رسالة التعليم ويجب أن يكون مستعد ذهنيا ويكون لديه قابلية في تطوير ذاته وتطوير عمله وذلك من خلال الدورات وتبادل الخبرات في الدروس الرياضية خلق بيئة جاذبة للمعلم والمتعلم وتعزيز القيم التربوية وإنشاء جيل واعي يخدم بلده ووطنه أمراض وضغوطات وأخطاء عوامل أبقت مهنة التعليم طاردة للبعض ومرهقة لكل متمسك بهذا الدور الذي يعد عماد بناء أجيال وبلدان ترجمة نانسي قنقر